باب الصبر عن محارم الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال عمر وجدنا خير هيشنا بالصبر الصبر بمعنى الحبس مات صبرا أي أنه حبس حتى قتل والحافظ يقول وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس نفسها للمكروه وعقل اللسان عن الشكوى والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج والصبر على ثلاثة أقسام صبر على الطاعة وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وصبر وصبر عن المعصية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصبر على أقدار الله غير الملائمة التي لا تحبها النفس والصبر نعم العون قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة وفي قول الله تبارك وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وفي قوله واصبر وما صبرك إلا بالله والتواصي بين المؤمنين يكون بالصبر وبالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة هنا كلمة للإمام ابن القيم في زاد المعاد من أجمل الكلمات قال رحمه الله الصبر نصف الإيمان ورد لكنه حديث ضعيف قال فإنه ماهية مركبة من صبر وشكر يعني الإيمان صبر وشكر كما قال بعض السلف الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر قال قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد بمعنى الجسد إذا قطع رأسه هل يبقى لا لابد وأن يموت فالإيمان بلا صبر لا يستطيع ولا ينال والصبر فيه مجاهدة مصابرة ولهذا واصطبر ولم يقل واصبر وفيه إحراق كما جاء في الحديث الصبر ضياء الصلاة نور والصبر ضياء فما الفرق بين الضياء والنور الضياء نور فيه إحراق شمس نور وفيها إحراق أما القمر فهي نور وليس فيها حرارة ولهذا قال النبي والصبر ضياء فالصابر تقام في نفسه وصدره معركة حامية الوطيس يصبر نفسه يتجرع يتألم يكظم الكاظمين الغيظ فإذا احتسب فالعاقبة له قال وهو ثلاثة أنواع صبر على فرائض الله الصلاة تحتاج إلى صبر الصوم وشهر رمضان سمي بشهر الصبر والجهاد والعلم والطاعة تحتاج إلى صبر قال فلا يضيعها أي الفرائض وصبر عن محارمه فلا يرتكبها وصبر على أقضيته وأقداره فلا يتسخطها ومن استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل الصبر ولذة الدنيا والآخرة ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهما والفوز والظفر فيهما لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الصراط قال عمر رضي الله عنه خير عيش أدركناه بالصبر وإذا تأملت مراتب الكمال المكتسب في العالم رأيتها كلها منوطة بالصبر قال النبي وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ مَعَ الصَّبر في كل شيء وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبر كما في حديث عبد الله بن عباس ذكروا يعني عن بعض الشجعان أنه قيل له بما أدركت ما أدركت لأنه نال سعددا ومجدا مؤثلا فقال للسائل أنا سأدخل أصبعي في فمك وأنت تدخل إصبعك في فمي بمعنى كل يعض على أصبع الآخر فعض ذاك وعض ذاك وكل جد يعني ألم فيه مقاسة فانتصر صاحب المجد فقيل له قال كنت أهم أنا أتألم كما تتألم قال الله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وهممت مرارا أن أستسلم فأبيت فاستسلم هذا المسألة تحتاج إلى صبر هي تحتاج إلى صبر وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه الذي يذم صاحبه عليه ويدخل تحت قدرته رأيته كل من عدم الصبر فالشجاعة فالشجاعة والعفة والجود والإيثار كله صبر ساعة فالصبر طلسم على كنز العلا من حلذ الطلسم فاز بكنزه يعني الحظوظ قال وأكثر أسقام البدن والقلب انتبه لهذه الفائدة وأكثر أسقام أي أمراض وأوجاء وأكثر أسقام البدن والقلب إنما تنشأ عن عدم الصبر فما حفظت صحة القلوب والأبدان فما حفظت صحة القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر طيب الآن الذين يبتلون ببعض الأمراض كالسكر عافاهم الله عافانا جميعا والضغط وما أشبه تلك الأمراض هنا جاء موقف فعصب وغضب فحل به المرض ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى الخبر المفاجئ الخبر الصاعق من صبر عند أول وهلة فما بعده فهو أقل قال رحمه الله فما حفظت صحة القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر فهو الفاروق الأكبر والترياق الأعظم الترياق الدواء الذي يكون لذوات الصموم ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله إن الله مع الصابرين فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم إن الله يحب الصابرين فإن الله يحب الصابرين ونصره لأهله فإن النصر مع الصبر وإنه خير لأهله ولئن صبرتم له خير للصابرين وإنه سبب الفلاح يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الصابر الصابر وإذا حل بأخيك أو بجارك أو بقريبك أو بصديقك فانصح له بالصبر كما قال الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والآيات التي وردت في الحث عليه الثناء على أهله والإخبار عن الأنبياء الصابرين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كثيرة جدا وقد توسع الإمام ابن القيم في كتابه العظيم الكتاب الذي ألفه ما اسمه معافا لا في الصبر نعم عدة الصابرين عدة الصابرين أنعم به من كتاب وإذا عجزت عن قراءته فقرأ في مدارج السالكين في منزلة الصبر ترى عجبا عجاب وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر هذا الأثر وصله لإمام أحمد في كتاب الزهد بسند صحيح عن مجاهد قال 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 عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق أحمد كذلك وأخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد من وجه آخر عن مجاهد به والصبر إن عدي بعن كان في المعاصي صبر عن معصية الله يعني الإمساك حبس النفس عن المعصية وإن عدي بعلا كان في الطاعات اصبر على الصلاة على الصوم أما اصبر على المعصية على السرقة على الخمر على النظر إلى ما حرم الله قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عطاء ابن يزيد أن أبا سعيد أخبر أن ناسا من العنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه من يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنه الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر حديث عظيم أن ناسا من العنصار نعم جاء في بعض الروايات أن منهم أبا سيدنا الخدري رضي الله عنه سألوا رسول الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا لكنه إذا رأى شيئا من التوسع فإنه ينصح كما أخبر حكيم بن حزان وقوله حتى نفد أي حتى انتهى وفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نفد كل شيء كان عنده وأنه من يستعفف يعفه الله قال بتشديد الفائل مفتوحة يعفه الله ومن يستغني يغنه الله قال قدم في رواية مالك الاستغناء عن التصبر قوله ولن تعطوا عطاء في رواية مالك وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وفي الحديث قال الحافظ وفي الحديث الحظ على الاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤالهم بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزقه الله وأن الصبر نعم قال وفي الحديث الحظ على الاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤالهم بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزقه الله وأن الصبر أفضل ما يعطاه المر لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني الكريم سبحانه يعطي قال قوله ومن يتصبر أن يعالج نفسه على ترك السؤال ويصبر إلى أن يحصل له الرزق قوله يصبره الله أي فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له ويذعن لتحمل الشدة فعند ذلك يكون الله معه قال فيضخره بمطلوب قال ابن الجوزي لما كان التعفف يقتضي ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى عنهم فيكون صاحبه معاملا لله في الباطن فيقع له الربح على قدر صدقه في ذلك وإنما جعل الصبر خير العطاء لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذى به في الآجل قال الطيب معنى قوله من يستافف يعفه الله أي إن عف عن السؤال ولو لم يظهر الاستغناء عن الناس لكنه إن أعطي شيئا لم يترك يملأ الله قلبه وغنى بحيث لا يحتاج إلى سؤال ومن زاد على ذلك فأظهر الاستغناء والصبر ولو أعطي لم يقبل فذاك أرفع درجة فالصبر جامع لمكارم الأخلاق نعم لا تسل ولا تمد يدك واسأل الله إذا سألت فاسأل الله وتحل بالعفة ولن يضيعك الله والغنى حقيقة يكون في القلب قال الله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الجاهل بحالهم وإن ساق الله إليك رزقا فخذه ما بالله ساقه إليك غير سائل ولا مستشرف إله بارك الله مستشرف